يقول هل هناك فرق بين الكبر والعجب نعم الكبر يكون كبرا على الناس وتعاليا على الناس وحين يكون تعاليا على أمر الله سبحانه وتعالى كما فعل إبلي سلعين أما العجب فقد يكون معجبا بنفسه في نفسه ولا يكاد ينسحب ذلك على آخرين والكبر أيضا مما عنيه بطر الحق وغمط الناس يعني سفه الحق تضيع الحق واحتقار الناس وازدرائهم وازدرائهم أما العجب فقد يكون خاليا من ذلك يكون قاصرا على النفس وقد يكون متضمنا معنى الكبر أيضا في بعض الأحيان والله أعلم